ليست احتفالات برأس السنة إنه ريف إدلب الجنوبي حيث القصف بصواريخ محملة بمادة الفوسفور المحرمة وفق التشريعات الدولية مراسل حلب اليوم قال إنما يقارب الأربعين صاروخا تحتوي على الفوسفور قصفت بها قوة النظام بلدة التمانع جنوب إدلب قصف يعتبر الأول من نوعه منذ بدء التصعيد العسكري على منطقة منزوعة السلاح في ريف حماتة وإدلب في التاسع من شباط الماضي الطيران الروسي شارك في حملة القصف على ريف إدلب حيث شن عددا من الغارات الجوية مستخدما صواريخ شديدة للانفجار مستهدفا مدينة سراقب ومحيطها وبلدتين تلمرديخ وخان السبل ما أسفر عن سقوط قتلين في مخيم كفرعميم شرق سراقب بحسب مراسل حلب اليوم القصف المكثف لقوات النظام لم يتوقف بالمدفعية وراجمات الصواريخ مستهدفا الأحياء السكنية في خان شيخون والتمانعة وسراقب وسرمين ومعارش مارين وتلمنس ومعارت حرمة والقصبية والصالحية بريف إدلب بلتة موريك واللطامنة وقرى طل الصخر ومعركبة والبويضة والتوبة والحويز وجسر بيت الراس والحويجة والحواش والسرمانية في ريف حما تعرضت لقصف مكثف من قبل النظام والروسيا شلل شبه كامل لحياة في ريف حما وإدلب جراء قصف النظام للمنطقة منزوعة السلاح يتزامن مع تساؤلات يطرحها الأهالي حول جدوى اتفاق سوتي الذي لم يضمن لهم الأمانة من نظام الأسد والميليشيات الموالية له